تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهلوه معنا في يوم المرأة العالمي دعوات إلى مضعفة الجهود للحد من مظاهر الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وكل أشكال التمييز وتعزيز تشغيلية النساء والفتيات نسبة والتضخم تحافظ على مسارها التنازل وتتراجع إلى 7.5% في مؤشر يعتبره المختصون إيجابيا للاقتصاد الوطني والمحتل السهيوني يواصل مجازره في غزة ورئيسة المفوضية الأوروبية تعلن أن تشغيل ممر المساعدات من قبرص لغزة قد يبدأ مطلع الأسبوع في يوم المرأة الوطني نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوما إعلاميا بإشراف وزيرة المرأة مال بالحاج موسى حضرت وزيرة الصناعة فاطمة ثابت شبوب ووزير التشغيل لطفية ذياب يوم خصص لبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اجتمل على قصص نجاح وريادة وشارك فيه البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي التفاصيل مع سمية القرفي هنا نساء تونسيات أمنا بقدراتهن وتمسكنا بأحلامهن فكانت العزمة والإرادة دفعهن للنجاح هنا بعض من بين 3679 منتفعة من برنامج رائدات للتمكين الاقتصادي وهو برنامج وضعته وزارة المرأة منذ قرابة سنتين لريادة الأعمال النسائية قريت إيكول دو كوميرس في فرنسا ومبعد جيت لتونس وحاليت المشروع المتاعي اللي هو مخاصص في العطورات المنزلية برنامج رائدات بالنسبة لي أنا أنقذني خاطر كنت معتش عندي حتى أمل كتورة في اللغة والإدابة العربية صحيح هو دومين متاعي بقيت شوي على البروجيه لأيني طويقا نختم فيه اللي يتمثل هو في مخيم إيكولوشي فمشكون نوجهنا لرائدات قل معناها رهي تعاون برشا المرأة سنتو معناها لعندها شهيد جامعية انتلقنا من النقطة هذه ومنذ انطلاق برنامج رائدات للتمكين الاقتصادي تم تمويل عديد المشاريع بقيمة 36 مليون دينار من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وهما شركان مع وزارات المرأة في هذا المشروع اليوم الوطني الاعلامي الاول اكثر من برنامج رائدات هي باقة برامج التمكين الاقتصادي التي تشرف على تنفيذها الوزارة باقة تتجه لكيفة الفئة النسائية لكيفة الفئة العمرية للمرأة التونسية اينما كانت الشراكة متميزة مع وزارة المرأة والبنك التونسي التضامن هو شريك متميز للوزارة على مستوى تمويل المشاريع عدنا صنفين من التمويل المشاريع متناهية الصغر الى حدود 10.000 دينار يتم تمويلها عن طريق خط برنامج رائدات البنك التونسي التضامن قام مع وزارة المرأة بامضاء ملحق تكميل الاتفاقية الاساسية اللي تم امضاءها في 2021 الملحق هذا خاصة يضمن الترفيع في سقف التمويل الى 200.000 دينار ثم كذلك الترفيع في حصة مساهمة الوزارة المرأة من 20% الى 30% في بعض الاصناف من المشاريع وكذلك توجه البنك ووزارة المرأة الى تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما تعمل وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مع شركائها على برامج أخرى لريادة الأعمال النيسائية والاستثمار مثل تمكين الاقتصادي للنساء المعنفات وبرنامج خاص بالنساء الفلاحات وبرنامج أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي وجل هذه البرامج تهدف إلى التصدي إلى الهشاشة الاجتماعية للمرأة التونسية وتزامنا مع يوم المرأة العالمي ومن أجل تمكين النساء والشباب اقتصاديا احتضن المركز النموذجي للتكوين الفلاحي بيشبدة من ولاية بن عروس عملية توزيع مساعدات ومعدات تدعم مشاريع ناشئة في مجال الفلاحة الإيكولوجية في طريق مشروع سالمة الذي يشرف عليه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالشاركة مع الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية تجل مربط حضرة المناسبة من أجل دعم الفلاحة الإيكولوجية للتأقلم مع التغيرات المناخية وتمكين النساء والشباب اقتصاديا تم توزيع مساعدات ومعدات فلاحية لفائدة سبعة مشاريع ناشئة في هذا المجال وتوقيع اتفاقية دعم لفائدة أربع مجامع فلاحية بولاية بن عروس وذلك في إطار مشروع سالمة المنتوج بتاعنا تحويل المنتوجات الفلاحية نسكنوا بحكم منطقة ريفية حاولنا نصغلوا أكثر ما يمكن من المنتوجات بتاعنا نصغلوهم ثمنوهم أكثر حاولتنا طاوب الفوتوفولتيك الطاقة الشمسية ذيك بش سهلونا الخدمة 34 مراه و 10 رجال بريسك لغلبيتهم تكونوا هنا اللي تكون في النحل والتكون في الجيج واللي في الأرانب والفي المعجون نعملوا تثمين النفايات العضوية متاع الفلاح يوليوا اسم ده طبيعي واللي هي بشتعوذ لزونغريشي ميك واللي هي أقل مضرة للفلاح واللي للفلاحة التموين اللي خديت 12 ألف دينار تمثل بارتي مهمة من البروجي عاونتني بالكداء بش نشري معدات للبروجي وإن شاء الله على قريب البروجي هذي ينتلق شاء الله وقد حذي المستفيدون بدورات تكوينية في مجال تقنيات الزراعة المستدامة لتنمية قدراتهم من أجل إنجاح مشاريعهم الفلاحية وذلك بإشراف الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وبالشاركة مع الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية مشروع خذية أكثر من 600 ألف دينار انتفع به لحقيقة مئات من الشباب على جميع المستويات سوى فيما يتعلق بالفلاحة البيولوجية سوى فيما يتعلق بوضع البرامج سوى بإحاطة والمرافقة أو أيضا فيما يتعلق بالتكوين قبل مغادرة التراب التونسي خاصا بالنسبة لمن كانوا يرغبون في المهاجرة أو العمل خارج تونس بعد الدورات التكوينية التي قمنا بها في المركز النموذج للتكوين الفلاحي بشبدة انطلقنا بتمويل المشاريع الفلاحية التي تتلائم مع أساسيات الفلاحة الإيكولوجية اللقاء كان مناسبة أيضا لعرض عدة منتوجات فلاحية بيولوجية ساهمت في إنتاجها وتحويلها نساء استفدنا من برنامج سالمة حفظت نسبة التضخم خلال الشهر فيفري على مسارها التنازلي وتراجعت إلى نسبة 7.5% كما فاد به المعهد الوطني للإحصاف بلاغ صحفية مؤشر يعتبر المختصون إيجابيا سيساهم في دفع الاستثمار وتخفيف الضغط على المقدرات الشرائية للتونسيين ويعزز حركة الاقتصاد الوطني التفاصيل في تقرير فرس بن سعد شهد نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جانفي وفيفري من هذه السنة تقلصا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ما ساهم في تراجع نسبة التضخم إلى 7.5% بعد أن كانت في مستوى 7.8% وفق آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء نقارن الأسعار لسلة الاستهلاك المواطن مقارنة بالشهر الفارط ونقارنها بنفس الشهر السنة الفارطة ونسبة التضخم هي ارتفاع الأسعار على مستوى سنة كاملة على مستوى الشهر يعني كنقارن الأسعار بالنسبة لشهر فيفري مقارنة بشهر جانفي نلقاه فما ارتفاع لكن ارتفاع طفيف في حدود 0.2% لكن كنقارنوه بنفس الفترة السنة الفارطة نلقاه وهذه النسبة كانت في حدود 0.5% يعني هناك تقلص في سرعة ارتفاع الأسعار بين شهر فيفري وجانفي هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة طبعا هذا التقلص في سرعة ارتفاع الأسعار انتج عنه يعني تراجع في نسبة التضخم في وقت ملوقات وصلنا إلى 10.4% وبعد نسبة التضخم في النزول اخرتهم على 8.6% 80.3% 7.8% و7.5% بعنوان شهر فيفري لسنة 2014 وبالتالي المنح التنازل ليدايا يعطينا هكذا نجم نقوله نوع من التفائل للسيطرة على التضخم المستويات القياسية التي بلغتها نسبة التضخم في السنوات الماضية رافقها ارتفاع في نسبة الفائدة المديرية في السوق النقدية ليتحامل المستثمر والمستهلك تكاليفة مرتفعة عند الاقتراض من البنك لذلك فان الخبراء والمختصين يأملون في ان يساهم تراجعوا نسبة التضخم في تقلص نسبة الفائدة المديرية بما يمكن من تشجيع على الاستثمار ودفع الاقتصاد الوطني واخترفعنا في نسبة الفائدة المديرية وهو للحد من ظهيرة التضخم ما دام ان شاء الله احنا ماشيين كما قلنا في المنحة التنازلية لنسبة التضخم نقول لان الاوان لمراجعة نسبة الفائدة المديرية خدمت نسبة الفائدة في السوق النقدية مرتبطة اساسا بالنسبة الفائدة المديرية اللي في حدود 7.98 7.9 129 نسبة الفائدة ان شاء الله نواصلوا نسبة التضخم في النزول نرفعه في نسبة النمو نخفوه من نسبة فايد المدرية نشجعه الاستثمار وبالتباع بالطريقة هذه نجم ونعطيه الدفع وحركية كبيرة للاقتصاد متع البلاد مؤشرات إيجابية يسجلها الاقتصاد الوطني بتراجع نسبة التذخم وتقلص الدين الخارجي وارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة مؤشرات يتطلع المواطن إلى أن تكون في صالح مقدرته شرائية أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني لدى إشرافه على الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للاستثمار العام الجاري أكد ضرورة التخلص من العراقي لكلها لدفع الاستثمار في بلادنا خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية المعقدة مع مزيد تحسين المناخ الاستثماري للارتقاء بنمو الاقتصاد الجلسة نظرت في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي التأمت في الحادي والعشرين من فيذري الماضي وفي مطالب الانتفاع بالحوافز لفائدة دفعة رابعة من المشاريع لتتم الموافقة على عدد من المشاريع الاستثمارية المعروضة كما تقررت الموافقة على النسخة المعدلة من مشروع مراجعة مجلة الصرف مع عرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول عقبان عقاد مجلس وزري مضيق أمس بمقار رئاسة الحكومة لتتم إحالتها على مجلس نواب الشعب وزيرة المالية سهام البغدير نمصية قدمت بالمناسبة عرضا حول محاول مشروع مجلة الصرف الجديد بعد التعديل إثر الإخذ بعين الاعتبار كل المراحضات المنبثقة عن الاجتماع الوزري المضيق الأخير في الغرض المنعقد بتاريخ السادس والعشرين من فيذري المنقذ واجتماعات الفرق التقنية عن كل الوزارات المعنية والبنك المركزي التونسي كثف طيران الحربي الصهيوني أمسي قصفه على مدات القطاع مختلفة من قطاع غزة موقع عددا من الشهداء كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من رأس الفارع جنوب توباس بالضفة الغربية أثناء وجودهم بالأغوارية الشمالية فيما حديث الممر البحري الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه يتأكد وهو ممر سيوصل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وإن أبال احتلال ذلك وفق مصادر مطلعة المزيد في تقرير زينة لمليكي بعد خمسة أشهر من العدوان على غزة والذي أسفر عن ألاف الشهداء والمصابين ودفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى أتون كارثة إنسانية بات الحديث أكثر تركيزا عن الممر البحري أو الميناء المؤقت بسواحل غزة الذي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد عن إنشائه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر حيث قال بايدن أن هذا الرصيف المؤقت الذي أوكلت مهمة إنشائه للهندسة العسكرية الأمريكية لخبرتها في البناء السريع للمنشآت العائمة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة محملة بالغذاء والدواء والملجئ المؤقتة وقد قُبل هذا المقترح بدعم عدة دول وهيئات منها المفوضية الأوروبية وجمهورية قبرس والإمارة العربية المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وهولندا واليونان وهي جهة تعتبر أن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي وأن العائلات الفلسطينية أو الأطفال الأبرياء في حاجة مسل ضرورية الأساسية في المقابل أعلنت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في غزة أن إيصال المساعدات عبر البحر أو الجو لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال بديلا عن إيصالها برا لأن الحل البرية يبقى الأسهل والأسرع في ظل احتياجات السكان غزة للمساعدات لفترة طويلة ويأتي المقترح الأمريكي بعد وصول محادثات القاهرة إلى طريق المسدود وفشلها في إقرار هدنة قبل أيام من شهر رمضان حيث يواصل الاحتلال وارتكاب مجهزره في القطاع عن طريق القصف الجوي والمدفعي الذي تركز اليوم على بلدات القرارة ودير البلح وخان يونس ورفح ليصفر عن استشهاد 78 شهيدا وبذلك يلامس عدد شهداء القطاع 31 ألفا من شهتها أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها أوقعت ستة جنود للاحتلال بكمين في خان يونس فيما أصابت أربعة آخرين في عملية مزدوجة شمالي الظفة الغربية وفي ذل استمرار العدوان على غزة وفشل التوصل إلى هدنة تخفف من وضع إنساني مفتوح على احتمالات أسوأ تستضيف المملكة العربية السعودية الأحد القادم اجتماعا سوداسيا تشارك فيه إلى شنب السعودية قطر ومصر والإمارات والأردن وفلسطين سيبحث الموقف العربي الموحد حول إنهاء الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وترتيب المرحلة المقبلة في أخبار رياضة تدور واليوم السبت دفعة الأولى من ثاني مواجهة مرحلة التتويج ببطالة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم حيث يسعى كل من النادي الإفريقي وضيف الاتحاد المنستري لتحقيق أول فوز عندما يلتقيان بملعب رادس ويستضيف بعد غادة الأحد أولمبي ياسوسا كلاسيكو النجم الساحلي حامل اللقب وضيفه تراجي الرياضي التونسي المنتشي بفوزه على الملعب التونسي الذي يكون بدوره على موعد بمعقلي الهادي نيفر مع النادي أسفاكسي أما في مجموعة تفادي النزول فسيلاقي النادي البنزرتي اليوم السبت ضيفه متذيلة ترتيب مستقبل المرسى ويباري فريق قواف القفصة جاره نجم المتلوي كما يواجه مستقبل اسليمان بعد غاد الأحد ضيفه اتحاد تطوين فيما يلاقي اتحاد بن جردان ضيفه الأولمفي الباجي ختم النشرة وهذا تذكير بالعنوين في يوم المرأة العالمي دعوات إلى مضعفة الجهود للحد من مظاهر الهشاشات الاجتماعية والاقتصادية وكل أشكال التمييز وتعزيز تشغيلية النساء والفتائت نسبة تضخم تحافظ على مسارها التنازلي وتتراجع إلى 7.5% في مؤشر يعتبره المختصون إيجابيا للاقتصاد الوطني المحتل الصهيوني يواصل مجازره في غزة ورئيسة المفوضية الأوروبية تعلن أن تشغيل ممر المساعدات من قبرص لغزة قد يبدأ مطلع الأسبوع كالعادة يمكنكم متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة